هيا يا بنيات انا سمحنا به الفاشن ستا للبلوجر معاكم النهاردة عشان اقول لكم على اكتر من نصيحة نقدر نعملها احنا نازلين نعمل شابنج خصوصا فترة السيل البداية اول حاجة نعملها ان احنا لازم نكون عارفين شكل جسمنا كويس عشان و احنا نازم نجيب الكتعة بتاعتنا نبقى عارفين ايه اللي هلي علينا و ايه اللي مش هلي علينا ثاني نقطة نعملها ان احنا نفرز الكتعة بتاعتنا اللي في الدولاد نشوف ايه اللي فعلا اللي احنا محتاجينه عشان ما يبقاش فيه تكرار للحاجة كذا مرة و نشوف ايه اللي خلاص ما بقاش مناسب لينا و نقدر مثلا نزيل ايه حد تاني محتاجه و ثالث نقطة لازم نعملها ان احنا طبيعي و احنا لما ننزل نعمل شابنج عينينا بتروح على قطع كتير قوي بيبقى في قطع مغرية فعشان تأيدي نفسك شوية او تحكمي نفسك شوية لازم تعملي لست بالحاجات اللي انت محتاجها فعلا لو عينيك يبقى روحت على حاجة مغرية او حاجة انت مش محتاجها هتبصي على الليست على طول عشان تشوفي ايه اللي انت محتاجها فبالتالي ما تضيعيش فلوسك بحاجات انت مش محتاجها او حاجات هي مكررة عندك النقطة اللي بعد كده و احنا نزلين نعمل شابنج عشان نوفر وقته مجهود تحاولي يتحددي بالزبط انت نازلة براند ايه او محل ايه وتعمل تشيك للبيج مثلا بتاعته على الفيسبوك او على انستجرام عشان تقدر يتشوفي القطع اللي انت عايزها فعلا موجودة عنده ولا لا ده هيوفرلك وقت ومجهود النقطة اللي بعد كده ان احنا لازم نجيب القطع العملية اكتر بالنسبة لنا يعني مثلا ما نجيبش فستان واحد او جيبة واحدة ونبقى انت عارف ان انت هتقدر يتمصيقية مثلا بطريقة واحدة بس حاولي تجيبي اكتر من قطع تكون عملية معاكي مثلا البيزيك دريس تقدر يتلبسيه بطرق كثير جدا زي البليزر زي التشيرتات القطن برضو والشميز الابيض الوبرسيز كل دول بيتنصاكوا باكتر من طريقة وبيديك اكتر من قوت فايتفاديها تبقى قطع عملية جدا بالنسبة لك النقطة اللي بعد كده عشان نوفر وقت كمان في الفيتنجروم حاولي تبيعارف انت مقاسك ايه في البراند اللي انت رايحه يعني مثلا انا رايحها دفاكتو او الفي فانا عارف ان انا بالبسكيه ومثلا لارج فخلو سأرى القطعه هاخد المقاس وهروح على طول على الفيتنجروم في حالة الننسي لو لقيت الفيتنجروم زحمه انا عمتا بيبقى معي مظهورة ببقى عارفة مقاسات جثني ايه فبقدر قطع القطعه يعني مثلا لو جايبه شميز قطعه وبقص من الاندر ارم لاندر ارم فبعرف هو مناسب لي او لا النقطه كمان اللي بعد كده لو حاجه ترند قوي زي مثلا نقشة الزبرة طلعت ترند جدا او الانيمال ترند عمتا حاولي ما جيبهش منها اكتر من قطعه عشان كل يعني كل ترند سيزن السيزن اللي بعده مش بيبقى موجود فهتبقى قطعه في الدولاب عندك ملهاش اي لازم فحاولي مثلا لو انت زي مثلا نقشة الزبرة دي طلعت ترند جدا انت مثلا عايز تجيبيها قوي هاتي منها شنطه او مثلا طرحه او مثلا كارديجان فهاتي منها قطعه او قطعتين بالكثير قوي ما تقتريش عن كده خالص البوينت اللي بعد كده تعاد كثير بنبقى في المحل مثلا مترددين كثير قوي في احنا نجيب القطعه دي ولا لا وبتبقى ساعتها مش عارفة فعلا تحتمي القرار وانتش بتبقى متأكده القطعه دي مهمه بالنسبالك ولا لا ففي الحالة دي في حالة انت هتقعد تفكري دي مهمه ولا لا ما تجدهاش لو لقيت نفسك بعد ما خرجتي من المحل مثلا روحتي البيت لسه بتفكري في القطعه دي او تاني يوم انت لسه بتفكري فيها فانت اعرف ان انت كده محتاجيها هتنزل تجيبيها وانت يعني متطمنه خالص وبالك مرتاح كده والنقطة اللي بعد كده لو انت بتحب تشتري حاجات اونلاين بس مثلا انت بشتري عارفة الموديل ده لايق عليك ولا لا او عليك على شكل جسمك ولا لا هيتخنك هيقصارك او اي حاجه من الحاجات دي حاولي تشوفي حاجه شبهو في مثلا محل جنبك او في اي براند انت بتحبيه وانزلي تشوفي الستايل ده عليك هيبقى عامل ازاي ساعتها انت هتقداري تتخيالي قطعة اللي انت جايبانها اونلاين دي مناسبه ليكي ولا لا هتباين مثلا دفايات ولا لا وطبعا مع ان انت بتبقي زبطها مقاسك في الانلاين وبتبقي وغنى مقاساتك بالزبط فالقطعة هتطبع ممتازة عليكي اريد اقول لكم على تبس كمان حلو قوي ان الكسم الرجالي بيبقى البيزيكس بتاعته ارخص من عندنا نشعارفها ليه فدايما وزي بتعملي شاوينج حاول تروحي الكسم الرجالي كده تشوفي البيزيكس ايه اخبارها عشان هتلاقيها ارخص من البيزيكس في الكسم يعني بتاع البنات النقطة اللي بعد كده عشان توفري زحمة يعني تنزلي في وقت ما في جوج زحمة حاولي تنزلي يوم في نص الاسبوع ويكون بدري ولو انت مش حابة اصلا تنزلي فعايز اقولك ان انت لو بتحب تجيبي من البرندات فالويبسايت بتاعتهم بتبقى عاملة سيل في وقت السيل يعني مثلا فيه سيل في الفرع فتبقى فيه سيل في الويبسايت برده فلو انت عارفة بقساتك وضم كل حاجة تقدر تجيبي من الويبسايت وده هيوفر عليكي برده وقت مجهود واخر بوينت معينا ان احنا لو نزلين شوبنج مثلا في سيزون صيف ولقينا كطع شتوي فمن غير متفكري هاتب كطع الشتوي على طول لان الشميز مثلا الشتوي بيرقى عامل 500 جنيه ففي المثال اللي في سيزون الصيف ممكن تجدقي عامل 150 وده كان موجود يعني انا من يومين كنت في برند معين ولقيت فعلا شميز شتوي ب150 جنيه فاي حاجة وفيه بيزيكس شتوي كمان بتبدأ من 200 وابتبقى اصلا هي في الشتة بسلطمية وبرومية واسعاري يعني عالية جدا فتضيب تبقى فرصة كويسة قوي ان تقدر تجيب كتعة او كتعتين للشتة عشان كل ده يعني لما تيجي في الشتة ما يكلفكيش فلوس كتير كل البوينت دي لو اتبعناها هنوفر وقت ومجهود وفلوس بس كده يارب يكون فيديو عجبكو وستانيكو فيديو جديد ووفر جديد